مرحبا برج السرطان اهلي فيكم في ثالث اسبوع ورابع اسبوع الى نهاية الشهر الطاقة العامة لكم يا برج السرطان ان في شخص في موقف انت خسرت فيه في السابق ما اختاروك ما حصلت على اللي تتمنى سواء شخص او حتى وظيفة او اموال هذا الشي رح يعوض بفرصة ثانية افضل سبحان الله رح تتعوض من بداية ان شاء الله يبتدي هاي الفرصة الجديدة تريد تدخل حياتك بس مو فرصة قديمة او مو شخص قديم لا احس هني بما انه عندنا السيف الاول فرصة جديدة لما تبتدي تمشي طريقك والناس يلاحظون ان انت بتتتصير سعيد مرتاح بتتتتحصل مناك لان اهمة قاعدين يشوفونك انت رح توصل الى مستوى من في مستوى فيها نوع من الملكية نوع من المنصب اوكي ترقية شايف في فخامة لانه عندنا هني ملك الاكواب فيبتدون حاولون بسرعة يرجعونك الى صفهم او بسرعة يرجعون في حياتك فانت هني مطلوب منك الحذر وايضا انه ما تنظر الى الوراء نشوف عندنا طاقة اول اسبوع تروجر ايلمد هاي الكارت ايضا طلع في قراءات سابقية يتكلم عن جزيرة الكنز فرصة جديدة غير متوقعة نبتدي بداية الشهر ونهاية الشهر هني يتكلم لك عن الفرص اللي غير متوقعة شيء ما حطيته في بالك شوف في شيء انت سعيت له شيء او علاقة او شخص او منصب حتى مشروع سعيت له في السابق ما نجح مو هذا هو الشيء اللي راح يصير لا شيء جديد افضل منه شخص جديد افضل منه ما توقعته ما اتى في بالك ما فكرت فيه من شروط هذا الشيء الجديد انه شيء انت ما فكرت فيه قبل انه هني يجمعك معه الصدفة الصدفة اللي تخلي هاي الفرصة او الكنز المدفون ينفتح امامك انت كأنه ما مثلا لو نفرض ان انت كنت تتمنى تنقل الى وظيفة افضل راح تلاقي انه وظيفة افضل بكثير في شركة ويد صعب انه حد يحصل فيها على وظيفة في مكان جدا صعب الوصول اليه تفتح ابوابها امامك انت او يتم استدعائك انت لانه نحن عندنا مدينة الكنز ويرافقها من اوراق التارو خمسة الاكواب والسيف الاول قلت لك هاي الفرحة اللي راح ان شاء الله تدخل حياتك الفرصة الكنز فرصة ذهبية ما تدعوا فترة هاي ما دخلت حياتك من فراغ هاي داخلة من بعد فترة تعب من بعد فترة انت خسرت فيها الكثير احس هنا بما انه عندنا طاقة الاكواب خسرت فيها حتى نفسيا من فقط ماديا ما كانت خسارة مادية رقم الخمسة كثير ما اهي اقرانك زملائك اصدقائك ان دائما كنت تفكر ان اللي في سنك حصلوا اسرع منك وافضل منك لان الخمسة هو دائما رقم مقارنة فتأتي يعقب مرحلة خسارة خسارة معنوية اوكي خسارة معنوية او انا مثلا اقل من غيري ولكن يصاحبها السيف الاول سيف الانتصار هذا السيف لما نشوفه يشجعك على ان تاخذ موقف يعني هاي الفرصة اللي جدامك ما تتحمل ان انت مثلا تقعد تفكر وايد وهني ترد ترجع لطاقة الماضي ترد تفكر في الماضي انا قبل خسرت فرحين شلون مو معقولة مو مصدق اهني طاقة عدم التصديق ما يتحمل هالموقف لان عندك سيف السيف هو طاقة الابراج الهوائية طاقة العقل طاقة الحقيقة ما في شي جدامك مو حقيقي لجدامك هذا حقيقي وان كان شي جدا غريب او شي ما توقعته ولكن حقيقي مدعم بسيف مدعم بشي صلب اوكي بشي صلب الاشخاص هني الجديدين الفرصة الجديدة مراح يخذلونك مثل القبليين مراح يتنازلون عنك مراح يكونون متذبدبين مافي تذبدبين الفرصة الجديدة مافي يمكن ناخذك يمكن ما ناخذك يمكن انت يمكن غيرك لا بحقيقي طاقة ليها شروط لها علامات انا عطيتكم هني من علامات الطاقة ان تكون طاقة اكيدة طاقة شيء او شخص او موقف او فرصة متمسكة فيك ما فيها خوف ما فيها ايه ولكن يمكن لا ابدا طلع علي الكارت here and now بما معنى هذا الكارت يتكلم عن الحاضر قلتلك ما يتحمل منك الموقف انك تاخذ حتى خمس دقائق تفكر في الماضي عندنا الباست او الفيوتر للماضي ولا المستقبل ما يصلح وما رح يساعدك كأنه ما هني اللي يقول لك يا تيرو انه محتاج بالسرعة تاخذ قرار في نفس الوقت او اللي ما تسمع ان مثلا هاي الوظيفة ان فتحت جدامك على طول تقدم على طول تسعة ما في الوقت ان انتو الضيعة تقول او انا حين شلو انا احس او انا حين يعني اذا وفقت على هالوظيفة معناته رح اترك شيء في الماضي رح اترك شخص من الماضي رح اشتاق لان انت هني ماذا لليش يحس انه يا برج السرطان اتفضل ان تظل في طاقة الماضي الطاقة اللي خسرت فيها لان لحد الان عندك امل بخصوص شيء من الماضي فرصة قديمة ترجعلك اللي قاعد يرجعلك مثل الحق الضائف ولكن حق جديد ابدا ما لا علاقة في الماضي فالشيء الوحيد اللي ممكن ياخرك انه ما تحقيق هالطاقة هو انتظارك لشيء من الماضي لان احني طاقة التارو واضحة احنا عندنا سبعة الاخصان اوكي مثل ما قلتلك ما يتحمل منك الموقف انك تاخد وقت طويل لحد ما تفكر ولحد ما تحلل الامور ثلاثة الثلاثة السيوف هنا طاقة شيء صادق في الماضي يمكن جربت كذا مرة انه شيء ينجح من ناحية الحمل من ناحية انه تحصل على وظيفة معينة تفتح لك مشروع في هذا المجال تاري قاعد يقول لك صح وفي اعتراف انه في شيء عندك كذا مرة في تكرار في الفشل مع نفس الشخصة ومع نفس الفرصة ولكن مب معناته انه للأبد ما رح تتحقق لك هاي الشيء لانه هي عندك سبعة الاخصان كأنما احس من تبتدي انت تقرر انه راح خلاص تختنم الفرصة وتدخل في هذا الشيء الجديد هنا انت موجود مستقر طاقة الحاضر من تتربع او تمسك بالفرصة الجديدة تشوف على طول شخص من المكان القديم من القصة القديمة يحاول يسترجعك دائما تشديد تكون نوع من الكارما نوع من كأن الحياة تختبرنا اذا احنا فعلا مستعدين ننضي قدما ولا لحد الان عندنا شيء يعيقه من الماضي الحياة نفسها تختبرنا تعطينا فرصة جديدة لكن تعطينا في نفس الوقت طعم شلو راح يكون الطعم شخص او شيء ان دائما كان عندك نوع من الحنين اليه هني شيء يخص القلب ترى مو معناته شيء عاطفي لا معناته شيء يوم من الايام لمس قلبك او حس في خاطرك ان ليش غيري قدر يحصل هالشي انا ما قدرت حصله ليش غيري قدر يحمل ليش غيري وافقه على طلبه ليش غيري تزوجه سرع مني وتنتهي تنتهي تقسري تستمر طاقة المقارنة عندك فلما يرجع لك نفس الشيء القديم رد طيق بابك هني عندنا الباب صعب ان انت ترفضه لكن الطاقة هني واضحة من التارو ان الشيء اللي خسرت فيه كذا مرة لازم تشيل بالك عنه وتشيل طاقتك منه عشان تقدر تلتفت للحضر اللي عندك سبعة الاقصان هذي طاقة الدفاع الدفاع عن اللي تملكه في الحاضر فاذا اي فرصة يدتك من الماضي او اي موقف يستدعي يحاول يسحبك الى الطاقة القديمة انت قف شجاعا وقف هني في طاقة المواجهة المواجهة بشراسة المواجهة بشجاعة اوكي لا تخلي شيء اعيقك ممكن يكون شخص ممكن يكون موقف ممكن يكون نداء في الوظيفة لو سمعوا انك مثلا راح تغير وظيفتك او حصلت على عرض وعقد افضل على طول بتشوفهم ينادونك يبدون نعمل الاهتمام نعمل الاهتمام ما كانوا يبينونه لك قبل عشان تذي اقول لك الموضوع شوية راح يكون قريب من قلبك يثير فيك شيء من العاطفة اوكي لانه شيء افتقدت قبل والحيء مستعدين عاوضونه يعاوضونك بها ولكن مو من اجلك انت لانه حاليا عرفه وقدرك لا لانه ما يبونك ترحل راح يلك راح يخلف نوع من الفراغ بالنسبة لهي الاشخاص سواء كان شركة كان انتقال بعيد عن الاهل كان انتقال من شريك الى شريك افضل اوكي الطاقة الوحيدة اللي قاعدة هني تقاومك هي طاقة الماضي وهني عندنا سهم للماضي وسهم للمستقبل انت حين في الحاضر في الحاضر الشي اللي تبيه او هو بيطرق بابك راح تسمع عنا خبر اوكي مثلا راح اعطيكم مثال ثاني شخص معينك دائما تحلم بالارتباط فيه راح وارتبط عنك مشى في طريقة وارتبط بشخص ثاني او كمل حياته انت الحين وصلت الى مرحلة في حياتك انت تحرك فرصة جديدة في جزيرة الكنز وتقدم لك او تعرفت على شخص جديد اهني انت مشى على الطريق الصح لانا انت في طاقة الحاضر الحين او في الاسبوع الثاني من اكتوبر شنو بتكون عندك المقاومة بتشوف انه نفس الشخص اللي تمنيته من زمان فيه اهني خط زمني اوكي شخص تمنيته من زمان فرصة تمنيته من زمان الحين حتى انت بينك وبين نفسك تقول اش معنى الحين هذا الشخص الحين قال لي رح ينفصل ورح يرتبط فيني مثلا اوييك عنا خبر انه على وشك الانفصال اوييك عنا خبر انه هو يسأل عنك الفرصة اللي اوييك خبر انه مثلا رح يعطونك المنصب اللي انت صالك وايد تنتظره في النهاية اهني اهني محتاج انه تقاوم رغبتك في الرجوع او الحنين الى الماضي سواء كان في حياة عملية او غيرها اوكي في الاسبوع الثالث ليس لك الفرصة هذه تأكد اهني ثبات زيادة اثبت زيادة احس هاي الكار دائما يكون في طرفين يحاولون يغرونك فيها طاقة الطعم اوكي يحاولون يخلونك تاخذ تنظم لهم او تاخذ موقف يعطونك طعم يستفزونك شوي فهني كأنما يقولك في الاسبوع الثالث اثبت زيادة على قرارك قرارك تنصح قرارك هو اللي رح يوصلك للشيء اللي انت لطالة ما تمنيتها احسيني كأنما برج الصرغان اخيرا اخذ قرار جريء رح يحول حياته الى مكانه وضطالة ما تمناه مؤمنية جديدة ولكن الطريقة الشركة الشخص هو اللي يختلف الامنية نفسها عندنا ملك الاكواب وسيفين بالضبط احسيني في ثالث اسبوع سوري على حركة الكاميرا في ثالث اسبوع اوكي رح ياخذون هاي الاطراف اللي يحاولون يرجعونك الى الماضي ياخذون خطوة زيادة يحطون فيها اغراء زيادة او طعم زيادة عشان يخلونك تظل معاهم او تظل مقيد تظل على عينك نوع من الغشاوة مقادر مقادر تتحرر كأنما يشجعونك ان مثلا جدد العقد على الاقل ستة شهور زيادة او خلك معانا شهر زيادة اسبوعين زيادة عرف لاخر لحظة يحاولون هني يخلونك في محيطهم يخلونك نوع من السجن نوع من السجن النفسي نوع من السجن العقلي النفسي اوكي لانهما كأنما متعرف يعرفون شلون يتعاملون معاك يعرفون بأي اسلوب بس انت ملك الاكواب هذا الكرت يقولك ثق بحدسك اوكي لما تحس ان في شي غلط لما انت بينك وبين نفسك تقول شو معنى الحين في سبب الله خلى هذا الشخص وهاي الفرصة تمنيت هوايد بس ما يتني ولما تمنيت شي غير بسرعة تسهل لي كأنما هذا الكرت بعد يقولك خذ المتيسر وخلي المتعسر في سبب ان هذا الشي المتعسر كان دائما متعسر عليك لان اصلا نوت فوريو مو مكتوب لك من البداية مو من مصلحتك الله يعلم ونحن ما نعلم ترك الاسباب نحن ما نعلم بعدين السيناريو شلون راح يصير بس الله يعلم عشان تبهك دائما مصعب علينا مثلا احد منكم حاط في باله راح اهاجر الى الدولة الفلانية راح اهاجر امريكا اهاجر امريكا اهاجر امريكا يشوف دائما امامه معوقات من يغير راية يقول بدل ما اهاجر امريكا راح اهاجر مثلا كندا تشوف السهالات تنفتح امامه الابواب الطرق السبل تنفتح جدامه اوكي فهني كأنما ثق بحدسك ثق بالاشياء اللي انت ما تقدر تشوفها مثل هنا في غشاوة ثق بالاشياء اللي انت ما تقدر تشوفها بس تعرف ان في اسباب خفية من الخالق سبحانه وتعالى وراء هاي التعسير وراء الحين بعد التيسير في مجال ثاني فرصة ثانية مع شخص ثاني اوكي اخر اسبوع سيرنديبيتي هذا الكرت يتكلم عن محاصن الصدف محاصن الصدف شوي الطاقة غريبة كأنما تاخذك المكان جدا مختلف عن الطاقة اللي احنا ماشيين فيها شهريا ولكن عندك سببة سيوف مع كرت الامبراطورة شوف الصدفة راح تجمعك بشخص راح تجمعك بشخص احس هني انت تعرفه قبل عندك رائع من المخاوف ان انت تاخذ هاي الفرصة الجديدة وان كانت وايد مغرية لان كل شخص مألوف بالنسبة لك كل البيئة اللي انت قول ردي متعود عليها في المكان القديم هذه احد المخاوف اللي انت تواجهها ولكن هني كأنما طمأنا في الاسبوع الرابع ان انت هناك راح تصادف اشخاص وايد يشبهونك يا برج السرطان اما تعرفهم من الماضي اصدقاء زملاء عمل سمعت عنهم شفتهم في التلفزيون يقربون لك اوكي اشخاص مألوفين انا هني يتكلم عن الصدفة او مجال هني كأنما في صدفة انت لا تستغربها وظيفة كنت دائما حاطنها في بالك او مشروع معين دائما تنتظر مثلا موافقة عليه دائما يكون في رف فهني بتشوف عندما قررت ان انت تاخذ نفسك وتمشي وتبتدي في مقام مختلف بتشوف الصدفة ان حين تهيك الموافقة لا تستغرب هني قلتك لا تستغرب من الصدفة وتقول اش معنى هل الله سبحانه وتعالى يكرهني هل الله سبحانه وتعالى ما يبي يعطيني اللي يبي اش معنى كان الشيء مغلق والحين انفتح لان الشيء مولك مو من مصلحتك في صدفة راح تصير اوكي ولكن الصدفة لصالحك تأكد من هذا الشيء برج السرطان راح ينفتح مجال لغيرك كان مغلق عنك انت وانت ايضا ينفتح لك مجال جديد فلا تستغرب ولكن تأكد ان المجال الجديد اللي انت راح تدخل فيه شا اقول لك عندك ستة السيوف مع كرت الامبراطورة الانتقال الى هاي المرحلة الجديدة راح يأتيك بافضل ثمار بافضل ثمار نتائج افضل ونتائج دائما الامبراطورة تتكلم عنه احنا مثلا نزرع بذرة البذرة تتحول الى شجرة شيء من جهودك يضاعف بدل ما في هاي العمل الجديد او المشروع الجديد تضطر تصبر عشر سنوات عشان تلاقي جهودك تثمر راح تلاقي ان الوقت يقل قدراتك تزيد على ان انت تقطف المزيد من الثمار عرفت قصدي المزيد من الابندنس الابندنس هو الوفرة وفرة اكثر في هاي الفرصة الجديدة وان كان مثلا الناس يختلفون معاك لان هنا في صدفة الناس بقلولك لا مثلا الهجرة الى امريكا افضل او الشركة القديمة او الشركة الفلانية افضل اش معنى انت اللي راح تروح هاي الشركة اللي يمكن الناس ما يمدحونها بس حقك انت بالذات الصدفة الانتقاء لانه هني واحدة الثمانية تسعة انت بالذات هاي الفرصة اللي الناس يستغربون منها اش لونه بالعادة ما تنفع حقه حد حقك انت راح تنفع عرفت قصدي مثلا مجال الكل يقول لك لا تدخله مجال ان انت تفتح مشروع خلا نقول مطعم او انت تفتح مشروع كوفي شوب راح تقول لك مثلا صار في اكتفاء في هذا المجال اوكي ولكن تساهيلك قاعدة تروح في هذا الخط حقك انت راح ينفع حقك انت راح يكون فيه فرصة وفرة بس مو فرصة اكثر من الفرصة وفرة اذا غيرك احتاج ثلاث سنوات عشان يثبت نفسه في هالمجال انتقل عندك المدة انتقل للجهود عشان تبنيه اسرع البنيان اسرع صار عندك ستة السيوف ماذا احس وايد فيه انتقال هنا عندنا طاقة انتقال انت تحمل اغراض اغراضك اوكي وتنتقل الى مكان جديد سواء دولة جديدة مدينة ثانية او ممكن الوظيفة الجديدة هاي الفرصة الجديدة تطلب منك ان انت تتنقل اكثر تسافر اكثر طاقة السفر اوكي وحين بسحب لكم كرت الطاقة الحيوانية بفلو البفلو انصره ارضي اوكي وثابت جدا يعتمد عليه يعتمد عليه اكثر مما انت تتصور في مخاطر بالضبط هاي اللي قاعدة اللي انهيت هني انا فيه هني القراءة في مخاطر معينة رح يخوفونك منها الاشخاص اللي حولك رغبة منهم ان يبقونك في المكان القديم لكن البفلو دائما الجاموس توقعه الجاموس البري دائما يتنقل انه يعرف ان الوفرة في المكان الجديد فهذه كأنما يتشجعك على انك تطلع من المنطقة المريحة اللي انت متعود عليها اذا انت ناوي على تغيير معين اقبل عليه البفلو قوي جدا اوكي فاي صعوبات انت تفكر فيها او حتى الاخرين يخوفونك منها ثق تماما ان انت قادر على التغلب عليها قادر اوكي قوتك الداخلية قوتك الجسدية التسهيلات اللي رح تأتي في طريقك رح تكون اكثر مما تتصور اشترك في القناة